اشتركوا في القناة بتحدث عملية البناء الضوئي في الأوراق لأن الأوراق الخضراء فيها مادة الكولوروفيل اللي بتنتص دوق الشمس وفيها كمان الثغور اللي بتنتص بيها سغاز ثاني أكسيد الكربون وبيطلع لها من خلال أوعية الخشب الماء والغذاء أو العناصر الغذائية وبتعمل عملية البناء الضوئي يبقى اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي في النبات هي الأوراق السؤال اللي بعده تبدأ السلسلة الغذائية دائما بكائنات قلنا كائنات منتجة لان الكائنات المنتجة اللي هي نباتات الخضراء والتحالب الخضراء هي اللي بتقوم بصنع غذائها بنفسها وما بتعتمدش على كائنات اخرى وبتاخد الطاقة بتاعتها الاساسية من الشمس السؤال اللي بعده بيقول بتتقارب جسيمات المادة جدا من بعضها في حالة الحديد لانه بتتقارب الجسيمات من بعضها جدا في حالة المادة الصلبة والحديد هو المادة الصلبة لكن الماء مادة سائلة والاكسوجين مادة غذية السؤال اللي بعده وحدة قياس الكتلة هي الجرام الكتلة وحدة قياسها الجرام او الكيلو جرام والجرام بيعادل كتلة مشبك ورق معدن السؤال اللي بعده بيقول من مكونات غير الحية في النظام البيئي هي التربة التربة والماء والهواء من المكونات غير الحية اما الكائنات الحية الموجودة في النظام البيئي هي النبات والانسان والحيوان السؤال اللي بعده بيقول بيعتبر الاسد من الكائنات ااكلة اللحوم لان الاسد يعتبر من الكائنات المفترسة السؤال التالت من امثلة المواد التي تنجذب للمغناطيس هي الحديد الحديد من المواد التي تنجذب للمغناطيس عشان كده لما بيكون عندي خليط من الحديد والرم ممكن استخدم المغناطيس السؤال اللي بعده بيقول وحدة قياس الحجم هي السنتيمتر المكعب وبالنسبة للسوائل بتكون اللتر السؤال اللي بعده بيقول ده علامة صح او علامة غلط امام ما يناسب كل عبارة من ما يلي واحد بيقوم جهاز النقل في النبات بنفس وظيفة الجهاز الدوري في جسم الانسان العبارة دي صح لان هما الاثنين بينقلوا العناصر الغذائية والماء لجميع اجزاء الجسم رقم اثنين فقدان الموطن من اهم اسباب انقراض الكائنات الحية العبارة دي برضو صح لانه الكائن الحي لما ما بيلاقيش المكان اللي بيعيش فيه اللي هو الموطن بيبتزي ياما ينقرد يعني بيموت او بيهاجر من المكان رقم ثلاثة بيتشابه سطح المنزل الصحراوي مع سطح منزل في الغابة الاستوائية العبارة دي غلط لان اختلاف المناخ ما بين المناطق الصحراوية بيختلف عن المناخ في الغابة الاستوائية رقم اربعة بتتغير المادة من حالة لاخرى بارتفاع او انخفاض درجة الحرارة العبارة دي صح لانه نبغير المادة من الحالة الصلبة مثلا للحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة أو بحول المادة من الحالة السائلة للحالة الصلبة دوت بانخفاض درجة الحرارة السؤال اللي بعده بيقول أكمل العبارات الآتية مستخدماً الكلمات التالية من أمثلة الكائنات المحللة اللي هي البكتيريا والفطريات لأن البكتيريا والفطريات هي الكائنات اللي بتتغزى على بقايا الكائنات الميتة وبقايا النباتات بينتقل الجلوكوز من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات عن طريق أوعية اللحاء لأن اللحاء هو اللي بينقل الجلوكوز من الأوراق فوق لبايا أجزاء النبات تحت أما الخشب فالعكس بينقل الماء والغذاء من الجزور تحت لبايا أجزاء النبات فوق رقم ثلاثة عند انصهار السلك بيتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لأن التلج مادة صلبة لما بينصهر يعني برفع من درجة حرارته فبالتالي بيتحول لمادة سائلة يمكن قياس طول حجرة الفصل باستخدام باستخدم الأداة اللي هي الشريط القياس هي اللي باستخدمها في قياس الطول السؤال اللي بعده ما سبب حدوث ظاهرة بيضاد الشعب المرجنية سبب حدوثها هي ارتفاع درجة حرارة الماء وارتفاع درجة حرارة الماء دوت نتيجة للتلوث الموجود في البيان السؤال اللي بعده بيقول ضع علامة صح أو علامة غلط أمام ما يناسب كل عبارة من ما يلي واحد بيصنع النبات غذاءه بنفسه أثناء عملية التنفس العبارة دي غلط لأنه النبات بيصنع غذاءه بنفسه في عملية البناء الضوي رقم اتنين الكائنات المحللة ليس لها دور في النظام البيئي العبارة دي برضه غلط لأن الكائنات المحللة لها دور مهم في إعادة تدوير العناصر الغذائية بعد موت الكائنات الحية السؤال اللي بعده بيقول الهواء الجوي مخلوط يتكون من عدة غزات العبارة دي صحيحة لأن الهواء الجوي بيتكون من الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار المية وكلها غزات غير متربط الزجاج مادة شفافة يستخدم في صناعة المنظرات العبارة دي صحيحة ومادة شفافة تعتبر من الخصائص الفيزيائية للزجاج السؤال اللي بعده بيقول أكمل العبارات الآتية مستخدماً الكلمات التالية واحد عند جفاف بحيرة ما فإن ذلك يؤدي إلى اختلال في النظام البيئي رقم اتنين بتحصل الكائنات المنتجة على الطاقة من دوق الشمس لأن الكائنات المنتجة هي اللي بتصنع جزائها بنفسها رقم ثلاثة صدق الحديد وتفاعلات الاحتراق من أمثلة التغيرات الكيميائية للمادة لأن صدق الحديد وتفاعلات الاحتراق بتؤدي إلى تكوين مادة جديدة بتختلف تماماً عن المادة الأصلية ولا يمكن إعادتها مرة تانية رقم أربعة يعتبر النموذج نسخة مشابهة للشيء الحقيقي لتوضيح شكله أو طريقة عمله وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا أشوفكم على خير في فيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة